عضو في مركز رصد بحسب ما ترصدون ما جدية التحذيرات بشأن انزلاق دارفور في حرب أهلية جديدة مرحبا أستاذ مرحبا مشاهدي قناة القد بالفعل يعني هي المخاوف الآن هي مخاوف ليست مخاوف جديدة ولكنها مخاوف قديمة ومتقددة الآن تزامنا مع الصراع الآن في السودان وبالذات في قرب دارفور ولاية غرب دارفور ومدينة الجنينة تحديدا التي تحولت الآن إلى بؤرة عنيفة جدا للصراعات القبلية والصراعات ليست القبلية فقط والصراعات السياسية أيضا يعني الآن الوضع في دارفور لا نستطيع أن نثلق عليه هو صراعا قبليا فقط هناك مطامح سياسية لمجموعات مختلفة حول يعني سيطرة على المنطقة حول يعني إحداث يعني جرائم مقصودة مقصودة وهذه المسألة يعني مسألة قديمة وقد وصلت أوجها في العام 2003 عندما يعني احتدم الصراع في دارفور بين الغبائل العربية والغبائل الزنجية وكانت هناك يعني صراعا حتى يعني لفت نظر المجتمع الدولي وصنف هذا الصراع يعني أو كيف هذا الصراع بأن هناك جرائم ضد الأنسانية قد تم ارتكابها أنا ذاك ومن ضمنها جرائم بالإبادة الجماعية طيب الآن دكتور زحل ما طبيعة الجرائم التي تجري الآن يعني فقط أريدت أن ألمح لهذا الصراع من الناحية التاريخية هذه وجزوة هذا الصراع التي تشتعله الآن هي امتداد لتلك النزاعات القديمة والتي يعني بسببها تحول الوضع في دارفور في 2004 و2005 إلى المحكمة الجناية الدولية وحتى المطالبة طالت حتى رئيس الجمهورية أنا ذاك وإلى الآن ما زال البلاغ مفتوحة لدى المحكمة الجناية الدولية وبالتالي فإن عندما اشتعلت الحرب الآن في السودان أججت هذا الصراع من جديد والذي هو قابل أصلا للإشتعال أججت هذا الصراع على نفس الأسس القديمة والآن أضيفت إليها أبعاد أخرى وهي أبعاد تدخل من أطراف في المنطقة وأبعاد تدخل من أطراف الدولية حتى من خارج المنطقة لأن الآن المطامع على السودان هي مطامع كبيرة جدا سواء كانت المطامع في الثروات السودان أو الموقع التاريقي الموقع الاستراتيجي للسودان في قلب أفريقيا أو هناك مطامع أخرى الآن بعد أن هناك ثروات كثيرة جدا من الزهب والمعادن واليورانيوم طيب لكن اللافت أن هذا الصراع القابلي يتركز في غرب دارفور تحديدا ترجمة نانسي قنقر